هاي سألك من زاوية تانية بقى وزاوية فنية جدا يعني لماذا يحقق مارسي الكولر مع النادي الاهلي كل هذه النجاحات معاة سكواد جامد جدا اللي بينزل احنا بنشوف اهو يمكن انا في ناس ما بيلعبوش ستاندنج في النادي الاهلي دلوقتي زي عمر كما لعب بواحد وقفشة مثلا اللي اتنين دولة انا متهيئة لمظلمين برضو يعني يعني مش مظلومين اصلا انت من وجهة نظرك في بعض الماتشات ممكن اللعيبة دي بتلعب تسعين دي ومش ده ما كان منهاجية كولر في النادي الاهلي من سنتين كان بيشيل اربعة ويحط خمسة ويشيل ده ويغير في السردباك ده بيدور الفرقة كلها تقريبا ده كل اللعيبة بتشارك هقولك اربع خمس ماتشات جيب السكورشيت هتلاقي الشنوك ممكن شو بير لعب ماتش من الاربع الاخرانيين هسلمان ما حاجة خاصة شوي هتلاقي السردباكين رامي ربيعة وغير الماتش اللي فات ده هتلاقي محمد عب منعن رامي كريم بيلعبوا التسعين ديئة التسعين ديئة هتلاقي مروان هتلاقي أكرم هتلاقي بس منشوف كريم نافر بيخش منشوف أكرم توفيقي بيخش منشوف كوكا لما كان بيلعب بيخش ده كوكا ده بقى له كتير قوة لأيش ده مصاب آه ويسام بيلعب على طول حسين الشحاب بيلعب على طول ده أنا فيه ساعد بيبقى الاهل كاسبان تلاتة أنا وانا قاعد كده أقول طب ادي نفس للناق يعني لا تمانية تسعة بيلعبوا تسعين ديئة هل شايفين مارسي الكولر نجاحه مع النادي الأهل فقط لأنه معاه تشكيلة قوية؟ هو قال في تصريح لي من ماتشين مش هغير في التشكيل كده حرفيا إيه لما أخد الدورة؟ تمام حرفيا أنا تهيب غير الزمالك الزمالك على النقيد إن هو بيريح اللعيبة الكبار اللي عنده وبيلعب ناشئين في وقت صعب جدا صعب إن انت عايز ساخد برضو ما هو ناس زمالك ما ينفعفش ربه رابع وخمس وسادس دي محسوبة على المدرب وعلى اللعيبة انت عندك برضو لعيبة عندك شيكابالا وعندك عبدالله السعيد وعندك ناصر كل دي لعيبة يا ومصفة شالبي عندك لعيبة تقيلة والمسلوسي من أحسن السرتباكات في مصر دلوقتي عندك لعيبة تقيلة وعمر جابر وعندك فتوح تيم دونجا انت عندك تيم يعني زمالك مش تيم مش غليه في نواقص يعني وعندك الأكبر من كده الجمهور اللي وراك اللي بيجيلك بكل ماتش بيجيلك شوف ازاي وبتبقى متعادل ولا كذا نتيجة سلبية وبتلاقي الجمهور وراك وبيدفع الجامل جدا فانت لازم نزمالك مش نادي قليل ولا ولما يلعب حتى بالناشئية لكن انا طبعا بعضر في بعض الماتشات مصر جومز ان هو برضو بل السكورشيت بتاعهم مش مساعده قوي ولكن هو برضو بيشارك في الموضوع ده ان هو بيريح ناس في وقت انت اذا كان الناس اللي بتموت في النادي الأهلي ولعبة تسعين دي أربعين ماتش ورا بعض والرجل ما بيريحهمش عشان يكسب بطولة